تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية الأخيرة من سورة المزمل بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتابع عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن طبعا إلى نهاية الآية الكريمة هذه الآية ختم الله بها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في الخلوة الليلية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك طيب في علم أن سيكون منكم مرضى المرضى غير قادرين على العمل فعلى القادر إذن أن يعمل يسد حاجته وحاجة غير القادر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقانون الإصلاح الذي جعله الله لحياة البشر يقوم على الضرب في الأرض وسعي في منكبها وفي مقاومات الحياة هذا هو المنهج الرباني هذا المنهج للقالب نأكل ونشرب ونعيش والمنهج الآخر هو للقيم للقلب فإن قعدت الأمة أو تكاسلت عن أي من هاتين دعامتين ضاعت وصارت مطمعا لإعدائها لذلك نجد أن الأمم المتخلفة فقيرة تعيش على مساعدات الأمم الغنية لأنها سترت أنعم الله ولم تعمل على استنباطها وقعدت عن عمران الأرض واستصلاحها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يقومون في أول الإسلام من الليل نصفه وثلثة وهذا قبل أن تفرض صلوات الخمس فهذا يشق على الناس فنزلت الرغصة بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزملكم من الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه لأن الأمر شاق عليهم وفيه حرش إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليلة ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك قد علم الله أنكم لن تحصوا وتستطيعوا ولن تداوموا عليه فتاب عليكم ما رح تستطيعوا يعني تجاوز عنكم خفف عنكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فلم يفرض وقتا من الليل ولم يقدارا منه بل جعله على ساعة وحسب الاستطاعة وكان بين أول سورة المزمل وآخر سورة المزمل سني حتى فرضت الصلوات الخمس والزكاة فلذلك أو مر علي سني كاملي حتى فرضت الصلوات الخمس والزكاة في سني بينهم فذلك قول الحق وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأسلوب القرآن أسلوب معجز فقد استخدم الحق سبحانه كلمة أدنى وهي تشمل ثلاث حالات فأجملها أي أدنى من ثلثين الليل وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثة وأدنى أي أقرب من الثلث أو النصف أو الثلثين على حسب حال كل قائم الليل وقارئ القرآن فيه والحق سبحانه يقول والله يقدر الليل والنهار فالله هو العالم بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما لا يفوته علم ما يفعل الإنسان والذي ينام وهو الذي يقدر الليل والنهار وهو الذي يدبر فإذن الله سبحانه وتعالى جعل في نظم القرآن هذا النظم العظيم والله يقدر دلالة عن حصار تقدير الليل والنهار في يد الله علم أن لن تحصوه فتابع عليكم فالله تعالى علم أنكم لن تطيقوه تحصوه إما تستطيعوا تقوموا كل الليل أي لن تطيقوا قيام الليل نصف أو ثلث أو ثلثين وقد كان الرجل يصلي الليل كلها مخافة أن لا يصيب ما أمر الله به من القيام والإحصاء يحصوه علم أن لن تحصوه الإحصاء إطاقة شيء والقيام والتزام ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخلتاه الجنة وهم يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا وفي حديث أسماء الله الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين إسما ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة الإحصاء في اللغة على وجهين أحدهما بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدر ومنه قول الحق وأحصى كل شيء عدد والثاني بمعنى الإطاقة له كقوله تعالى هنا علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه فتاب عليكم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة إلا من يريد أن يتطوع وكلمة فتاب عليكم هنا لها عدد معاني تعني العفو عنهم وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به وتعني فتاب عليكم منفرض القيام إذا عجزتم وأصل التوبة الرجوع إذا هذا معنى الآية الكريمة علم أن لن تحصوه لن تستطيع القيام به على الوجه الذي أمرتم به فقرأوا ما تيسرا من القرآن يعني صلوا ما تيسرا لكم أن يكم فصلوا ما تشئتم تطوعا من الليل فكان ذلك تخفيفا عنهم لأنه ورمت أقدامهم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلونه في سبيل الله ثلاثة أصناف كانوا سببا في تخفيف الله مرضى لا يستطيعون القيام مسافرون في الأرض يسعون على أرزقهم يبتغون الرزق من فضل الله والآخرون مجاهدون في سبيل الله إذن المريض يضعف عن التهجد بالليل فخفف الله عنه وكذلك المسافر وكذلك المجاهد في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أيها خيرا وأعظم أجرى واستغفروا الله إن الله غفور رعيم الحق سبحانه قرن بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات وإقامة صلاة هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان فالتفتوا إلى نداءات ربكم بالصلاة وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله إقبال في ساعة معلومة لتقفوا أمامها سبحانه وتعالى وتكونوا في حضرته يعطيكم الله المدد وذكر الله هنا إقامة صلاة ثم إتاء الزكاة بعد الضرب في الأرض والضرب بسبيل الله في الأولى تغوا من فضل الله فعليهم أن يحمدوا الله على فضل الله ورزق لهم وأن يخرجوا مما أنعم الله عليهم من الزكاة تطهر مالهم وتشيع التكافل والتعاون والإحساس والإحساس بالفقير من أمم المجتمع والضرب في سبيل الله هي الدفاع عن ولادهم وعن أوطارهم ويعقب الله سبحانه وتعالى الزكاة بالقول وأقرض الله قرداً حسنا والقرد شيء غير الزكاة وغير الصدقة فلا يتوقف إفاقك على ما فرض الله عليك أو ما تطوعت به بل أيضاً يطلب منك أن تقرض قرداً حسنا والله لا يحتاج منك قرداً فهو المتفضل عليك بالنعم وبالمال ورغم هذا يقول لك إن تقرضه من ذا الذي يقرض الله قرداً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قرد في اللغة معناه قدم الشيء بالنعم ولذلك الحق سبحانه هو يقدر بالجزاء على قدر صعوبة القرد والقرد شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده وهو سبحانه يطمئنك على أنه هو الذي سيقترد منك وأنه سيرد مقترده لكن ليس في صورة مقدم إنما في صورة مستثمرة أضعافاً أضعافاً مضعفاً فأصل مالك محفوظ ومستثمر فهي أضعاف كثيرة بمقاييس بمقاييس الله لا بمقاييسنا نحن كبشر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضحف لمن يشاء والله واسع عليه فلا شيء يضيع وما تقدم أنفسكم من خير تجدوه عند الله فليطمئن المؤمن أن حركة حياته مقدرة عند الله وسنجد ثواب هذا عند الله فكل ما تفعله من منهج له أجر وليس أجراً بقدر العمل بل أضعافاً مضعفاً والله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق فما عند الله باق لا نفاذ له فخزائن الله ملأ لا ينفد ما فيها وما عند الله ليس هيناً هو خيراً وأعظم أجراً ثم يقول تعالى واستغفر الله إن الله غفر الرحيم فالحق سبحانه يعلم أن بني آدم لا يمكن لهم أن يراعوا حقوق الله كاملة كما يجب أن تراعى فلابد من أن تفت منهم أشياء وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك لأنه هو الخالق فأمرهم جلت حكمته أن يستغفروه ليكفروا عن سيئاتهم إن الله غفر الرحيم والمغفرة والرحمة تقتضيان ذنوباً والله غفور بما قد بدر وحصل منا من ذنوب إن استغفرنا ربنا سبحانه رحيم بنا فلا يعالجنا بالعقوبة شفق علينا وحباً فينا وبالرجوع إليه فالله غفور رحيم حتى لمن توانى قليلاً وذلك حتى يلحق بالركب الإيماني ويتدارك ما فاته لأن الله سبحانه وتعالى يحب توبة العبد والله غفور قبل أن يوجد مغفور له أو مرحوم وصفة المغفرة وصفة الرحمة كل في مطلقها تكون لله سبحانه وتعالى وحده وهي توبة للجاني ورحمة للمجن عليه والحق سبحانه له طلاقة القدرة في أن يغفر وأن يرحم فإياك أن تقول أن فلاناً لا يستحق المغفرة والرحمة لأنه سبحانه مالك السماء والأرض وهو الذي أعطى للبشر ما يستحقونه بحياتهم ومن أعمالهم وعلى قدر نواياهم وهكذا انتهت سورة المزمن ننتقل إلى السورة التي تليها بجزء تبارك وهي سورة المدثر بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر نقاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله الكريم هنا يا أيها المدثر في السورة التي قبلها قاطبه بوصفه يا أيها المزمل وقد كان نبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي يوماً إذ رأيت الملك الذي كان أتاني بحراء على كرسين بين السماء والأرض فجثيت منه رعباً فرجعت إلى خديشة فقلت زملوني زملوني قالت خديشة رضي الله عنه فدثرناه فأنذر الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فيا أيها المتدثر بثيابك عند نومك وأصل المدثر المتدثر بثيابك إذا نام فأدغمت التاء في الدال وشددت والدثار الثوب الذي يتدثر به الإنسان عند نومه وهذا على أن التدثر هنا على ظاهره وأنه متغطن فعلاً بدثاره وغطائه ولكن الآية تحتمل تأويل آخر أنه ليس المراد من المدثر المتدثر بالثياب بل هو الدثار معلوي وهو هنا التدثر بدثار النبوبة والرسالة فيا أيها المدثر بأثواب العلم العظيم والخلق الكريم والرحمة الكاملة قم فأنذر قم من مطجعك وانفض دثارك وغطائك عنك قم لما أرسلك الله لأجله قم قيام عزم وتصميم وقياف لغات العرب إما أنه قيام جد وعزم ووقوف للناس أنذر الناس أنذر أهل مكة بعذاب ربك ووقائعه وابلغهم عن ما جرى للأمم وشدة انتقامه وحذرهم من العذاب مثلها قول الحق وأنذر عشيرتك الأقرمين فبعد أن كان متوجها إلى الله تعالى مشتغلا بعبادته والتحنث في غار حراء وهو التعبد في الليالي ذوات العدد فكان قم فأنذر توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من تحنثه وعبادته للقيام بمهمته المهمة التي كل يفعل بها وهي الإنذار وتبليغ الرسالة وربك فكبر إذن يؤهر المدثر قم فأنذر وربك فكبر عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان وعما يقوله كفار مكة وجبروت وتغيان كفار مكة الله أكبر منها إذن الله أكبر كبيرا كبرت خديجة رضي الله عنها وخرجت وعلمت أنه قد أحيى إليه طبعا ليس المقصود مجرد التكبير باللسان إنما المراد تعظيم الله وتنزيه فعظمة الحق سبحانه في نفس المؤمن أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير ذلك جعلت الله أكبر شعار الأذان والصلاة فلابد أن نكبر ونجعل أكبر وهي الكلمة الأساسة الله أكبر لأنه أكبر مما دونه من الأغيار فالله أكبر من أي عظيم كبره تكبيرا بأن تقدم أوامره ونواهيه على كل أمر وعلى كل نهي ولا تنسى أنك إن كبرت الحق سبحانه أعززت نفسك بعزة الله التي لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه وثيابك فطاهر طاهر ثيابك من الأدناس والأرجاس وليس المعنى هنا أن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بها دنس أو نجاسة لا فرسول الله خيار من خيار ولكن المقصود أن لا يلبس ثوبا على فخر أو غدر ولا أن يطيل ثوبا فيقع الطرف على الأرض فيصيبها من النجاسات كما يفعل صناديد قريش طاهر نفسك وطاهر عملك بالإخلاص طاهر ظنك بحسن الظن طاهر قلبك من الغل والحسد فالمقصود تطهير نفس والثياب والجسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاهر مقدم على الدعوة إلى رسالة التوحيد وهذا يقتضي طهارة القلب من الشرك وطهارة من نفس من القبط وكانت العرب تقول على الرجل الوفي في تعاملاته طاهر الثياب ونحن نقول هكذا عما نتصف بالعفة نقول سو طاهر أي لم يدد الناس ثم يقول تعالى وثيابك فطاهر والرجز فهجر أي اهجر الرجز أي اهجر المآثم والمعاصي والذنوب لتسلم من الرجز أي من العذاب يقول تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فهجر الأوثان والأصنام وكل ما عند أهل مكة والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطاب لكل من آمن بالإسلام أن يجتنب الأوثان والأصنام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعبد صلم قط ولم يسجد لصلم قط ولكن هذا خطاب لمن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سيدنا أبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله والاعتزال ترك صحبة هؤلاء إلى خير منها شايفين فإذن ولا تمن تستكثر أي لا تعطي ولا تطلب أكثر مما أعطيت فلا تعطي شيئا أفضل منه فلا تعطي مالك رجاء فضل من الثواب في الدنيا بل ابتغي الثواب الآخرة فلا تعطي بغرض الاستكثار فافعل الطاعة أو أعطي لوجه الله لا لوجه الدنيا ولا لتستزيد إذن هذا أيضا خطاب لمن آمن لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر أنت في قيامك تنذر لربك فاصبر فاصبر على تعطي وأوامره ونواهيه لأجل ثوابه اصبر على ما أذيت فيه فلقد حملت أمرا عظيمة فاصبر على محاربة الناس لدعوة الحق فاصبر على ما تؤذى ولا تجازه بصنيعهم فإن الله تعالى سيكفيكهم وهذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على أحداث جسام وعلى إيذاء وتكذيب من قومه أسأل الله سبحانه وتعالى إن يفعنا ما علمنا وإن يعلمنا ما يفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جيدير والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة